في سياق استكمال التحركات الطلابية التي بدأت في كل لبنان قبل يومين هنا نشهد على تحرك كبير من قبل عدد من الطلاب طلاب الجامعة اللبنانية الذين حضروا إلى مدخل الجامعة اللبنانية الإدارة المركزية في المتحف وبالتالي قاموا بإقفال المركز طبعا هم يطالبون بإقفال المركز إقفال هذا المركز الرئيسي لإدارة الجامعة اللبنانية وذلك من أجل الضغط على الجامعة اللبنانية التي تقوم أحيانا بإجوار الطلاب على استكمال الدروس وهم يطالبون بإقفال الجامعة اللبنانية وذلك من أجل الإتاحة لهم المشاركة بحرية وبسهولة في التظاهرات المستمرة منذ 22 يوما هنا المدخل الرئيسي لمركز الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية عند نقطة المتحف شو هدف التحلق اليوم؟ نحن أول شاندي نسالة نحن بالجامعة لبنانية رومية بدل خبرك أننا عم ننضغط طريقة بش مقبولة أبداً نحن مطالب الجامعة وعمل ده كاتر آلبوم معنا ده كاتر آلبوم معنا نطالب وطالبهم نحن بس إدارة عن تفغطنا الطريقة مش مقبولة أبداً نظهر بكون سلمية معنا ترجل نحن ماهن كل يوم بيضغطونا وبيزيد عنها نضغط نحن مطالب الجامعة والمطالبة بإضراءة إلى حين تشكيل قومة للجامعة نحن مطالب الجامعة نحن مطالب الجامعة عدد المثكورة من قبل وكل سنة لأنها تمص بمصلحة دكاترة، الطلاب والجامعة اللبنانية أربعة، تجديل المناهج للمقررات على أسس البحث من الدكاترة وأيضاً اقتراحات من قبل التلامذة خمسة، تأمين كافات الخدمات السحية أهمها المعدات للحمامات ورق حمام طبطبول طبط شاسين الشفر لإستماعك لمطالبنا الجامعة اللبنانية نعم إذن كاترين يعني بحسب المطالب إلى جانب المطالب الأساسية المعروفة التي رفعها جميع الشعب اللبناني وطالب الجميع هنا من الطلاب الجامعة اللبنانية المدنى الرئيسي لإدارة الجامعة اللبنانية مهما لحقوم الجامعة بالأضراب وذلك تماشياً معه طبعاً وهو الاستمرار في التحركات والتظاهرات التي طبعاً هبوا من أجلها جميع الطلاب في لبنان أيضاً من المطالب كما ذكرتها أحد الطالبات أخلاق الجامعة ومطالبة بأضرابه لأحد تشكيل حقومة تكنوكرات عدم تدوير حضور إلزامي من قبل دكاترة الجامعة وتعزيل الامتحانات أخذ مطالب الدكاترة المذكورة من قبل وكل سنة لأنها تبصد مصلحة الدكاترة الطلاب والجامعة اللبنانية وكذلك إضافة إلى هذه المطالب الأساسية أيضاً يطالب الطلاب بتجديد المناهج للمكرات على أسس البحث من التكاترة وأيضاً اكتراحات من قبل الطلاب كذلك إضافة إلى تعميم الخدمات الصحية من المعدات وغيرها من الحاجيات إذن كما نشاهد هذا هو المشهد عند مطفل المركز الرئيسي لإدارة المركزية في الجامعة اللبنانية فيه تعديل صريب نحن بعض بنحطه هلأ يلعونه فيه 50 ألف كل سنة بتتأخذ من الطالب من شين لغة أجنبية وفعلياً هي نمامين نمامين بقدمون لأي شيء لغة أجنبية يعني هايدي الخمسين ألف عم يخدوها منه وين عم بتروح هايدي معمين عمل فيها شيء أي شيء منهجي نعم إذاً أيضاً هناك توفد لعديد من طلاب الجامعة إلى المركز الرئيسي يعني من عدة فروع وصلوا إلى هنا كنت عم بتخبرني من طرع روحه كنت عم جارب ليه حال وسط نحن والإدارة كنت عم يحضروا ويحضروا في ذات الوقت كنت بلاش نصل لمحل بس بعد ما هددون أبوكرا فيه فحس وما بيطلع بياخد سفر عم بيقصدونا كل يوم على اليوم لا حال نطلع والتصعيد وأكيد تسخير وهالإدارة كتير عب علي عم بيصير ده كاتر ألبهم معنا عم بنجبر ويفتح أصفوف بواحد واثنان هايدي ما بيصير عبادان وحانس طاعة أكيد كاترين أيضا إلى الجانب هذا المشهد كان قد تكرر صباحا في إحدى الجامعات اللبنانية في إحدى فروع الجامعة اللبنانية وما شاهدناه على شاشة التلفزيون طبعا كانت الزميرة جوال حجموسة في صيد نطلع كيف هي الأجواء البعض يحاول الضغط على طلاب الجامعة كي لا يكونوا باستمرار في تحركاتهم وتظاهراتهم من خلال فتح السفوح بشكل عادي وهو الأمر الذي رفضه ويرفضه جميع الطلاب كما يشاهد أيضا ونستمع إلى الهتفات في هذه اللحظة نحن الشعب الخط الأعمال نحن الشعب الخط الأعمال نحن الشعب الخط الأعمال هذا الثاني خط الأعمال فيه عم بيصير فيه ضغطات مزبوطة على طلاب الجامعة أو بس أوسطة أنه عم يفتح بوار الجامعة عم بيصير في ضغطات أول شيء أنا أتلميز من كلية الزراعة أنا بدعي لأسالة الزراعة نحن نزلين داد حضم بالنهاية نحن نزلين نطالب بحقوقنا مش مطالب هي حقوقنا اللي أخدينهم منا نحن بدعي كل الدكاترة جامعة لبنانية مثل ما نحن وقفنا معهم هديك السنة وتهني أضرب ولا مصالح شخصية نحن هلأ عم نقدر بكرمال الوطن الكرمال كله يتنا نحقق مطالبنا بليز الكل يقدر هده الشيء ما بقى تاخدوا ترساص وقفوا وفضغطوا على إدارة الجامعة لحتى كله يتنا نوقف مع بعض ونقدر نحقق المطالب اللي بدنا إياها مرسي أيضا كاترين يعني كما نشاهد بعد انتفاضة الطلاب طلاب المدارس قبل يومين والتي بدأت من مدينة صيدة انسحبت على جميع المناطب وأمس كان لفت اندمام طلاب الجامعات إلى هذه الثورة طلاب الجامعات الخاصة والجامعات اللبنانية طبعا باب الجامعات الخاصة البعض منها قرر تسكير أبوابها قرر إدفال أبوابها بعض الجامعات الخاصة وبالتالي يعني رضخت لمطالب الطلاب وإرادتهم أما الجامعات اللبنانية فهي الخطوة لم تتخذ هذه الخطوة تتخذ هذه الخطوة وحقي كل المطارين وما من ميل وما من ميل وما من كل وما من ميل ومن الشرع مش حنفل وشي يوصل بلية وشي يوصل بلية من الشمع المبنانية ونحن ضدهم كلهم كلهم اسلام ومسيحية اثنان وعشرين ومية وكلهم عرض الحرامية وكلهم عرض الحرامية ومية 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 وعشرين وكلهم عرض المصابية وكلهم عرض المصابية الشعب يريد اسقاط النجام الشعب يريد اسقاط النجام الشعب يريد اسقاط النجام